بس عايزة اقف شوية عند فريق المقاولون العرب بقى لي كم يوم بصراحة بس بسبب الاحداث الكثيرة ما باتكلمش عنه يعني انا كل العرب فاز اليوم على الداخلية اتنين واحد في السواني الاخيرة في الديئة اربعة وتسعين تحديدة سجل الهدف التاني بعد ما كان متأخر بهدف في الديئة العشرة وبعد كده قدر المقولين العرب يسجل هدفين هدف في الديئة اربعة وخمسين وهدف اخر في الديئة ازمتلكم الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع اربعة وتسعين تحديدا المبارا شاهدت طردين في فريق التاخلية كلتشي في الديئة سبعة وثلاثين ومحمود طلعت في الديئة خمسة وسبعين ظروف صعبة جدا تعرض لها فريق الداخلية النهاردة ولكن من كل عرب هاقف عنده كتير كتير فرقة محترمة مع مدير فني محترم وجهاز فني كبير دي الاهداف عشان قبل ما اتكلم عن التفاصيل اللي انا عايز اقولها فيما يخص المقولون العرب عشان عايز اقول كلمتين يستحقهم فريق مقول العرب بجهاز الفني واللعابين بصراحة بص المقولون العرب واحد من اقل الاندية اللي في مصر اللي اصرفت فلوس كتيرة اللي عملت صفقات كثيرة اللي عاملة دوشة في الدوري مفيش هدوء تام معهم جهاز فني قدير جدا بقيادة كابتن شوق غريب مجموعة مميزة من اللاعبين مميزة من اللاعبين وده دلالة في منتهى الهمية حمنا نتكلم الآن في هذه اللحظة المقولون العرب في المربع الزهبي في المركز الرابع في الدوري الممتاز متفوق كمان على الزمالك اللي لسه فاضله مباراة بس في هذه اللحظة المقولون العرب في المربع الزهبي المقولون العرب اللي كان الموسم الماضي على وشك على حافة الهبوط الى دوري الدرجة الثانية بنفس الجهاز قدر ينقذ المقرول العرب من الهبوط طيب السنة دي لو سألتني ايه طموحك مع المقرول العرب لو انا قدرت النادي يعني والله نبقى في مكانة كويسة مطمئنة في جدول ترتيب الدوش لكن اللي بيحصلن في المقرول العرب السنة دي لا اقرب حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة عشان ليست فضلنا كتير اقرب للاعجاز ما هو انت بص على المقرول العرب كتشكيلة على لعبين على صرف وبص على جنبهم بص على المسابقهم حتى في جدول ترتيب الدول الممتاز مش هتلاقي مقرنة فاللي بيحصل ايه يا سفني محترم لاعبين جيدين اللي انت محتاجهم اللي انت عايزهم وعلى فكرة في دلوقتي في مقرول العرب لعيبة شباب مميزة جدا يعني بيتابع مقرول العرب زي حالاتي في كم لاعب كده صغير في السن هيلين وده اللي دبعا بالنادي به مع كل الاندية في مصر ما اتطلعوا لعيبة صغيرة ما اتطلعوا لعيبة صغيرة خايفين من ايه الراجل بيلعب اهو جهاز الفاني اللي مقوله عرب بيلعبه وبينجحه بشباب شباب صغير شباب صغير ده في لعيبة انا شفتها في المقرول العرب عندها 16 و 17 سنة وبينجح وبيكسب مربع زهبي اللي مقوله عرب واحد موسيقى بِلنفس موسيقى من ي sentence